السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه هذا الخبر الذي يقول صنعاء تعلن خطأ بأسآل الكهرباء وإلى التفاصيل أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة صنعاء عن تخفيض جديد في سعر التعرفة لوحدة الطاقة المباعة للمستهلكين ونقلت ذكالة سبأ التابعة لصنعاء عن مصطر المسؤول بالوزارة قوله إن وزارة الكهرباء أسطرت قرارا بتحديد سعر تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة لجميع شئات المشتركين ذات الشريحة 1.299 كيلو وات ساعة من قبل مناطق المؤسسة العامة للكهرباء بما فيها مرادق التوليد المستقل بـ 230 ريال كيلو وات للساعة الواحدة في الدورة النصف الشهرية ابتداء من الجمعة 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس 2024 وسبق وأن أعلنت كهرباء صنعاء تخريضات سابقة في أسعار التعرفة للخدمات للخدمة الحكومية الحيائية أشكركم على حسن التابع والإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو وإشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته